هلو الله ماكو مازو رجعت لكم في مقطع جديد مقطع اليوم عبارة عن شخصيات سرقة الأضواء من البطل وقد سرقت الأضواء في الانيمي باختصار فقبل ندل المقطع لا تنسوا اللاك والاشتراك في القناة خلونا نحاول نوصل إلى هذا المقطع الأكبر عدل من اللايكات وهيا وفي المركز الثناش معنا مايكي من انيمي توكي رفينجرز زعيم عصابة مانجيروس هنا ومايكي يعتبر أقوى إنسان في الانيمي وذا على حسب ما شفناه حتى الآن وبرضو عنده براعة قتالية لا تصدق واشتهر بركلة خاصة فيه واللي تقضي على أي خصم يتم القبض عليه ذا عشان تدربه على فنون الدفاع النفس وبرضو يتمتع بسرعة ثائقة وبرضو لا ننسى قدرته على التحمل وردوده فعاله ومستحيل أبدا إنه يفاجئ بهجمات مفاجئة وبصفته زعيم العصابة قدر مايكي إنها يأمر جميع العضاء بالتصر زي ما شفنا لما نحشده من الانتقام من صديق أحد العضاء المتوفق وفي المركز الحداش معانا أومي نديكي من إنمي كوروكورن باسكت أومي نديكي يعتبر واحد من اللاعبين الجيل المعجزات حيث كان كل واحد منهم عنده مهارة مميزة تميزة عن الثاني وبرضو لا ننسى اللاعب ستة كوروكور أومي نديكي يتميز مهارتك الكبيرة في التعامل مع الكورو ذا من حيث إنها تزداداتها مرة قوية وخفة حركته وسلوبه ويعتبر أفضل مراغ ومحا تقدر يوقفها بسبب سرعتها لهائلة ومن قوةها لأغلب اللاعبين يأسوا من إنها يوقفوه من ذاك اليوم أعتقد أنه محا تجاو وقدر يقابلها بقوتها أو يتفوق عليه حتى وذالشي يخلاه يحس بالملل لأنه ما حصل أي شخص يقدر يتفوق عليه ويواجه حتى وفي المركز العاشر معانا راي من إنمي نيفرلند راي هو أحد أكثر الشخصيات المأسوية في إنمي نيفرلند ماضي راي فعليا يعتبر كئيب بالنسبة للطفل لأنه عرف الحقيقة من يوم كان عمره خمسة إلى ست سنوات راي فعليا نخطط لخطة الهروب من يومه صغير والذي شي يعبر لنا عن ذكاء فمن موقت ما ديرنا عن الحقيقة على طول تسلل بين صفوف العداء بحثنا تعاون مع المامو وقد سوى تجارب كثيرة عشان يعرف كيف يقدر يدمر جهاز التعقب وبرضه عرف الكثير من المعلومات فراي من جد يعتبر شخص عانا من صغر فتخيل أنك تعرف الحقيقة من صغرك وتعرف أنك حتموت في عمره عين وبرضه تضطر أنك تشحن أهلك كسلعة للشياطين فهذا كله يعتبر جحيم ومعنا بس راي قدرنا يتحمل كل ذا عشان يهرب وينقض أصحابه أيمو نورمان زاد أنه يعتبر مخطط كبير على الرغم من فشل بعض خططها وبرضه أنه متهور بس مبزة أيمو ومع كذا يبقى متهور شي بسبب أنه دائما ما يدور على خطط يكون فيها الهوو حي كل خطط من خطط تضمن موته فعليا عشان كذا راي يخطف قلوب الكثير من الجميع أكثر من أيمو وفي المركز التاسع معنا دزاي من انيمي بونغوست ريدوكس يعتبر دزاي عضو في الوكالة وقدرة تسمى بلم يعد إنسان بحيث أنها تنطوي على خاصية تجعل أي قدرة أمامها بلا فائدة وبكذا يقدر يبطلها بمجرد اللمس شخصيتها نقدر نقول عنه أنه مرح ومهوس بالامتحار وبرضه يدور على البنت جميلة عشان تشارك الانتحار يعني فوق ما أنه مهوس انتحار ويبغي يشبك وحد عشان تنتحر معاه سنة ماته وإيش الرومانسية التعبانة دي نقدر نقول عنها باختصار انتحار العشاق المهم شخصيتها الكل يشوف بأنها مهي خطيرة في البداية وأنها مجرد غريبة الأطوار ومجنون بسبب تفكيرها وعقلياتها وتصرفاتها عند الجميع بس في الماضيه كان عوض في مافيا الميناء من دون لا تدر الوكالة وكان يكتل ببرودة ومن عينها بس تقدر تعرف أنها خطير وذا كان أكبر سبب في أخذ الأضواء من بطل القصة ناكا جيما وفي المركز الثامن معانا سايبر من انمي فت ستي نايت أو سلسلة فت سايبر هي واحدة من الأرواح البطولية اللي قد شاركت في حرب الكاس المقدسة الرابعة وبرضو قد شاركت في حرب الكاس المقدسة الخامسة بعد حيث الأول مرة قد استدعوها كانت من قبل الساحر أي مياه كريتسوغو باسم عائلة لازبران عشان الفوز بالكاس وبرضو لتحقيق السلام اللي كان يبغى كريتسوغو من خلال الأمنية اللي تعطيها الكاس للفائز بالحرب كانت سايبر تعطي انها تقدر تحقق أمنياتها لكل شيء اللي ما كانت تعرف ان الكاس تعطي أمنية واحدة بس إلين جاء وقت سقوط المملكة فقررت سايبر بالفوز بالكاس بأي طريقة ممكنة عشان تغير الماضي بحيث تعتبر سايبر بنت قوية الإرادة ومستقلة وباردة من ناحية المشاعر وتتميز بالخجل وهي برضو عادلة وتحب العدل وما ترضى أبد بالفوز المخشوش في المعارك وبرضو ما تستسلم ودائما تبغى انها تحقق أحلامها الكبيرة ولان انسى بعد شخصيتها الفارسية التي جعلها تحترم خصومها ورقيقة في تصرفاتها يعني باختصار شخصية خلقية لا بعض درجة وفي المركز السابق معنا باكوغو منيني من بوكو نوهيرو أكاديمي باكوغو الشيء اللي كل يعرف عنه هنا وحدة من الشخصيات المثيرة اللي اهتمام في سلسلة أكاديمية بطلي وبالتأكيد على الرغم من انها كان متنمر وبرضو انها كان يمثل دور الجانحين في سن المراهقة ومع كذا بدأ بالتغير التدريجين للشخص أقل عدائية مع انها للحين يحتفظ بكثير من الصفات المهي كويسة في شخصيتها على الرغم من ذا كله يعتبر باكوغو موهوب جدا في القتال وذا عشان التعود على استخدام مهارته بطرق مختلفة الى جانب ذا فو مر ذكي وقادر على التخطيط ووضع استراتيجيات حتى في نص القتال وكان بالتأكيد الخصم في بداية القصة ومع مرور الوقت صار أكثر شهرة نظر لتطور شخصيتها نسبيا والإنجازات اللي كان يسويها خلال رحلتها كان تغيير باكوغو وتطورها شيء مرة قوي بحيث خلا معجبين يكبرون ويزداد حجمهم وذا الشيء اللي خلا يكون أكثر شعبيا من ديكو وميدوريا وفي المركز السادس معانا حتى كي كاكاشي من انمي ناروتو يمكن ناروتو تكون لها شعبية كبيرة بس الأضواء قد راحة القادة الفرقة السابعة كاكاشي مبضرر يكون شخصية مرة مهمة في القصة مثل ساسكي لكن يمكن نقول عنه هنا استحوذها لحب المعجبين أكثر من أي شخصية ثانية في الانمي وبجدارة بعد للاقي أن قصة كاكاشي مرة درامية من حيث موت عز أصدقاء أو حتى في تطور شخصيتها والإنجازات اللي قد سواها خلتها محبوب مرة بين المتابعين ذي هي شعبية كاكاشي حيث الدرجة في اللحظات القصيرة اللي ظهر فيها أنه قتل في الماركة ضد الألم وذي الشيء اللي خلو المشاهدين بصدق تسألون على ذكانت الحداث حتكون قادرة على التعافي من ذي الخسارة ممكن تلاقي تفكير ساسكي المعطوبة أو حتى عناد ناروت المزعج ولكن مع كل صار ممكن العشاق ناروته دائماً الاعتماد على كاكاشي وفي المركز الخامس معانا جوجو ساتورو من انمي جوجيتسو كايسين وفي آخر فترة سوى انمي جوجيتسو كايسين ضجة كبيرة لما نزل واحد من أكبر أسباب شهرته واللي هي شخصية جوجو ساتورو فمين يقدر يقول أنه انمي مبني فقط على القصة والرسم والتحريك فحتى أحيانا شخصيات تكون لها دور كبير في شهرة الانمي زي جوجو ساتورو من انمي جوجيتسو كايسين اللي أخذ شعبية كبيرة حتى أكثر من يتدره اللي هو بطل القصة يمكن أحد أسباب شهرة جوجو ساتورو اللي هي شخصيةها الغامضة والهادة وبرضو إنه إنسان فله وفي أغلب الأحيان يكون مبتسم وبشوش بالزيادة زاد إنه يحب التفاخر بقوت أمام تلاميذة يعني باختصار إنسان مهايث إلى أبعد درجة ودائما ما نلاقي إنها مسيطرة للقتال بخفته وخبرته وذا الشيء شفناه في القتال اللي دار بينه وبين سكنه رغم إن ذا كل أغلب الأوقات نشوفها الطفولي وذا الشيء يعطى نكهتها الخاصة فيه يعني باختصار شخصية وذنكها وبرضو نشوف إنه واثق من نفسه على إنه أقوى شخص في الانمي هو بالفعل يعتبر أقوى شخصية في الانمي حالية وفي المركز الرابع معنا المحقق 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 الشخصيات في تاريخ الانمي وكثيرين يعتبرون الأذكاء على الطلاق يعني تخيل محقق قدر تقريبا حل قضايا شبه مستحيلة يموت فيها الكثير من الناس بنوابات قلبية بدون أي تدخل بشري واضح على الطلاق ورؤوس القضايا مرة قليلة وأبد مهي بواضحة بس كان يعرف إن كيرا موجود في اليابان لأن المجرمين اللي ماتوا كلهم في اليابان بعدها قدر يخده ويحدد الإقليم بالضبط اللي هو موجود فيه وهنا صار اللي يخطف الأضواء حبة حبة من ياقامي لايت بعدها كل حداث اللي شفناها في الانمي والصراعات الذكاء الرهيبة اللي مرة امتعتنا وكان دائما تخلى ننبهر بذكاء ال وبرضو بتصرفاته الغريبة اللي كانت مرة تجذب تركيز المتابعين وتخليه نجمة الانمي وأنا أحس إن إلي يلزمها انمي خاص فيه يعني نفس انمي يكون كل حلقة وحلقتين قضية جديدة عشان نقدر نستمتع بذكاء أكثر ونشوف كيف يقدر يحل مختلف أنواع الجرائم ويتعامل مع كثير من المجرمين لأنه فيه أنواع قضايا مرة رهيبة وحس جوة التحقيق فيها حيكون مرة فخم وممتع لو كان فيه إل مثل قضية القتل في غرفة مغلقة من الداخل والمجرم أبد ما ندري كيف طلع منها أو برضو قضية المجرمين المتسلسلين وبرضو قضية اللي يكون فيها الواحد عليه كل أدلة بسو بري فعلينا حس لازم يصير عندنا إنمي مثل ذا والمحقق إل يكون هو المسؤول عننا وفي المركز الثالث معنا كيلو وزولدك من إنمي هانتريك سانتر يعتبر إنمي هانتريك سانتر واحد من أفضل إنميات الشنم في الوجود حتى بعد مرور عقد كامل من الضار اللي هي نسخة 2011 ولين يوم نذوه في القمة كيلو وزولدك أو سفاح من عائلة الزولدك أول ما تسمع كلام ذا وتسمع كلمة سفاح وقاتل محترف حتحسب إن أتكلم عن شخصيه مجيئة لكن كيلو عكس الكلام ذا لأنه هدفها يدور أصدقاء بس يوم ملتقى في غون الاثنين صاروا أفضل أصدقاء وبدأت نحلتهم ومغامراتهم يعتبر كيلو الشخصية الأكثر شعبية في الانيمي حتى إن شعبيتها أكبر من شعبيتها غون في الانيمي وذلك يمكن بسبب عمر شخصيته وخلفيته الغامضة وغير كذا نلاحظ إنه في تطور منحوظ في شخصيته في الحلقات الأخيرة زي إنه كان قادر على تحويل النين إلى أي شيء يبغاهه ذا وذالة الآن كيلو تتدرب باستمرار على ذا القدرة إلينا حتى استطعنا يحوله بنجاح طاقة النين المحيطة فيه إلى طاقة كهربائية مشحونة تقدر تولد عدد من الفولتات الكهربائية وذالة اللي خلايا يستحق يكون محبوب بين فانزا هانتر وفي المركز الثاني معانا ليفا أكرمان منين من هجوم العمالقة ومن من ما يعرف جلاد العمالقة ليفا أكرمان اللي أخذه بجدارة شهادة ماستر في جلد العمالقة وقتله نعرف بأنها أقوى جندي في البشرين من بين أذكى جنود الفيلق مو بس كده حتى في مظهر الهيبة هو اللي يخلي فانزا هانت ليفاي يحبونها أكثر وبرضه يعتبر ليفاي أكثر شهرة من الشخصية الرئيسية إيرن ييقر بسبب شخصيتها الغامضة والقاسية ولن ننسى أنها مهووس نظافة لأنها يحب دائما المكان اللي هو فيه يكون نظيف أو حتى البيئة المحيطة فيه لازم تكون نظيفة تماما يعني إنسان نظيف على كيف كيفك وبرضه نلاحظ أنه في ساحة المعركة دائما يمسح دماء الأمالقة من سيفها وعلى الرغم من ذا كله ترى نادر ما يظهر مشاعرها وطول الوقت نحصل ذيك التعابير الباردة والنظرات القاسية اللي في وجهها وفي المركز الأول معنا كايتو كيد من ينيمي كونان كايتو كيدو أكثر واحد راكب عليه عنوان المكتة يغتف الأضواء لأنه فعليا ظهوره في الانيمي دائما يكون مرفق بالكثير من الأضواء والشرطة والمراقبين والحشود اللي انتظرون ظهوره تخيل معي إن الناس في انيمي كونان تشتمك أنه فيه مباراة كورة في دور الأبطال بس عشان يشجعون صارق ويستمتعون بعدها يعني باختصار كريستان رونالدو فرع الانيمي وبرضه ظهوره نادر في الانيمي اللي خلي كل المتابعين حسين بحساس خاص وحماس كبير لما تكون حلقة عن كايتو كيد خصوصا لما يكون فيلم عنه يعني تخيل معي أفلام كونان نمتيج مرة واحدة في السنة من بين 24 فيلم بس 6 منهم اللي كان فيها كايتو كيد يعني ظهوره مرة مشوق لدرجة أنه ننسى إن بطل الانيمي هو كونان وحتى في الانيمي الخاص بكايتو كيد اللي يكون فيه هو البطل ظهور كونان ما يكون بنفس قوة ظهور كايتو كيد في انيمي كونان دائما تبقى الأضواء كلها على كايتو والكل يبغى يشوف كيف حتى تتم عملية السرقة هذه المرة فعليا شخصية رهيبة يمثل عنوان المقطع بأحسن طريقة عشان كذا يستهل المركز الأول وبقوة ولين هنا وصل لها المقطع بس قبل أنه المقطع حاب أقول لكم أن تقاشي سيكون موجود موجود في القامة ما ينفع مقطع نكتب بدون التنمر على تقاشي فالشخص اللي سرق الأضواء من تقاشي ما هو بمانقاكا أو رسامة أو شيء ثاني لا ألام الظهر حرفين ألام الظهر سرقت الأضواء من تقاشي لولا الألام الظهر والأشياء اللي قاعد يقوله هنا مغيض ومثل ليش حرفين كان سيكون أطلق مانقاكا في التاريخ لا لا قد نكني زودتها أودة موجود أودة مجنون فلا تنسى لكم الاشتراك في القناة كنا معكم أيزو في أمان الله اشتركوا في القناة